ورجعنا لكم تاني ونكمل موضوع حلقتنا النهاردة عن الإبداع والابتكار ودايما بنقول ما لا يدرك كله لا يترك كله ومرحلة تانية اللي هي أنا اشتغلت خلاص في مرحلة العمل وعايز أطلع إزاي أنا مبدع أو مبتكر أو أغير شغل عشان كده معينا المهندس أحمد يسري أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك في المدرسة الإيكيجاي اليابانية وكارير كوتشي أهلا بيك خلينا نعرف الناس الأول عشان الكلمة فينا كتير ممكن تستغربها كارير كوتشينج يعني إيه طيب احنا خلينا نمسكهم حتتين أوكي الكارير كوتشينج ونتكلم بعد كده على الإيكيجاي تمام كارير كوتشينج هي مصطلح إنجليزي للأسف تعريبه بيدي ممكن معنى مش نفس المعنى المطلوبة لكن هو الغرض منه أن أنا بعض مع الموظف أو صاحب العمل أو غيره هو بيكون عنده مشكلة معينة في شغله حاسس إنه هو يعني فيه عدم رضا أو فيه حاجة نقصة أو حاجة أو ممكن يكون متلغبط مش عارف يكمل في المجال اللي هو ابتدى فيه ولا يغير بالذات اللي هو بيسموه السويتشينج الكارير يعني أو تغيير المجال فبنقض مع بعض بنفهم أكتر إيه المشكلة اللي بتقابله بنتكلم بشكل عام عنه وعن حياته وعن القصص دي كلها وبنديله بعض التوجهات بس هو الكوتشينج بيفرق عن الاستشارات في أن أنا بطلع الإجابة من الشخص مش بتديله الإجابة هي بتبقى معبارة عن رحلة استكشاف احنا بنقعد أسأله أسئلة الصح اللي ممكن تطلع منه الإجابات هو نفسه هو اللي هيجاوب لكن الاستشارات بتبقى أنا رايح لوحد بيقول لي اعمل كذا خد خطوات واحد اتنين ثلاثة ده الفرق بين الكوتشينج والكانسلينج أو الاستشارة الكوتشينج ده مجال كبير تحتيه بقى مجالات متعددة أو تخصصات بيبقى من ضمنها الكارير اللي هو الحاجات المهتمة بالمهن أو الوظيفة أو غيره وفيه حاجة اسمها لايف كوتشينج ودي بتبقى الفونديشن أو الأساس اللي بيتبني عليه التخصصات التانية عشان كده أي كارير كوتشينج بيبقى في العادة واخد لايف كوتشينج في الأول ده ترك علمي يعني بيتدرس وبيبقى ليه اعتمادات دولية من حيثة من مدارس مختلفة يعني اللي أنا بتكلم عليه هو الاعتماد الدولي الأمريكي اللي هو اسمها ICF فبيبقى لايف كوتشينج أو الحياة زي ما بيقولوا في اللغة العربية يعني بيبقى هو ده للأمور العادية اللي هي بعيدة عن المهنة يعني أنا عندي مشكلة في حياتي عندي سواء في علاقات أنا مع نفسي مع زوجتي بتتخش بقى التخصصات المختلفة يعني بيخش في علاقات زوجية بيخش في الكارير زي ما قلنا بيخش في حاجات تانية خاصة بالبوسط السيكولوجي أو العلم النفس الإيجابي ففيه تخصصات متعددة في موضوع ده كده يعني إيه بشكل مبسط الكوتشينج هي ناس بتعتبروا رفاهية ولا حضرتك رأيك إيه؟ بالضبط ده سؤال ممتاز جدا أنا حيا حضرتك عليه بصراحة لأن الموضوع شوية بقى موضة وكتير بقينا نسمع عن لايف كوتش فلان فلاني واللايف كوتش الفلانية فهو الموضوع هو مش مش رفاهية خالص هو الموضوع بس زي أي حاجة احترام التخصص أو الدراسة العلمية المزبوطة والخبرة الحياتية كمان لأن فيه شباب صغير ودي حاجة كويسة بيبقى لسه في العشرينات مثلا من عمره وبياخد اللايف كوتشين ده أو الكارير كوتشين وده شيء جميل حلو لكن إضافة الخبرة والممارسة والتجارب والحاجات دي كلها بتضيف لشخصية الكوتش وبتدي له عمق وإمكانيات وسكيلز تقدر تطلع من الشخص اللي بيكلمه أو اللي هو لجأ له تطلع الإجابات بشكل أفضل وطبعا الخبرات يعني ما لهاش علاقة بالسن قوي يعني ليه علاقة بأنا خط قد إيه في الحياة أو مريض بتجارب شكلها عملا لجي نقطة الكلمة فيها الفقرة الأولى المهارات المكتسبة لمش هتيجي جير مع الوقت بالزبط فزي ما كانت بشموندسة داليا في الفقرة اللي فاتت كان بتتكلم الموضوع ده فعلا لازم يتنمى ويتم تعليمه لأولادنا من السن الصغير لأن أنا ببني شخصيته من السن الصغير وزي ما بيقوله يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر يعني الحجر اللي بيعلمها للطفل أو للإنسان وهو صغير بتفضل معاه مكملة بقية حياته فمهم جدا البناء في السن اللي هو يعني ما دون العشر سنين وبعد كده فترة المراقة ده بيبقى زي بيقوله القاعدة اللي نقدر بعد كده نشتغل عليها لكن لو الفترة دي عدت بدون تربية كويسة وتنشاء كويسة وتعليم كويس واهتمام بنجد بعض الصعوبات فعلا بعد كده بس مش مستحيلة لا خالص مفيش أي حاجة مستحيلة نبدأ من جديد حتى مهما كان سنك ومهما كان نوع عملك إيه طالما أنت شايف أن انت ممكن تبدع في حاجة تانية أكيد فيه مساعدات خارجية بتقدروا عن طريق بقى هو إيه بقى فكرة الإيكي جاي الكوتشنج نحن اتكلمنا عليه أو بشكل يعني زي ما قلنا الفكرة جات لي لما كنت أنا مهتم من زمان بالثقافة اليابانية ودي حاجة حتى ابتدت في الأوان الأخيرة يعني مش الأخيرة أوي يعني بقالها أكتر من عشر سنين أو أكتر وتعامل عليها حتى برامج زي مثلا خواطر لما راح اليابان في جزء من الأجزاء بتاعته هو عمل نقل كتير من التجربة وإحنا حتى عندنا هنا في مصر يعني الحكومة اليابانية عملت مشاريع ممتازة جدا عن طريق الجايكا مثلا دي مؤسسة هناك في اليابان بتعمل دعم للمشاريع القومية هنا في مصر طبعا من أهمها يمكن يكون مشاريع زي المتحف زي اللي في جامعة اليابانية دلوقتي في مصر برضو بتفتح فرع جديد فهي لها يعني إمبوت كويس جدا هنا في مصر فأنا رجوعا الموضوع اليابان ده كان بيستهويني من زمان الأفلام اللي بتحكي عن القصص اليابانية كنت بحس بحس فيها بنوع من الأصالة زي عندنا كده يعني إحنا عندنا تاريخ كبير قوي في مصر مثلا مثلا الحضارة بتاعتنا الحضارة اليابانية برضو من الحضارات القديمة هي والحضارة الصينية يعني فكان أكتر حاجة استهوتني في الثقافة اليابانية هو الانضباط هم عندهم انضباط غريب جدا عندهم التزام جدا واحترام غير طبيعي للمجتمع للفرد ولمجتمع بطبيعة الحال عندهم على عكس ما الناس فاكرة ترابط شديد مجتمعي ما بينهم وده من الحاجات اللي بعد الحرب العالمية التانية لما اتضمارت هيروشيما ونجزاكي في الحرب العالمية ان هم قدروا يقوموا تاني ويبنوا اقتصاديات بلدهم ويبنوا ثقافة بلدهم هم دوروا على أكتر حاجة هم مميزين فيها اللي هي العنصر البشري العدد ده حقيقي وهم لعبوا عليه أكيد ده اللي لفت نظر حضرتك للمجتمعي بالزبط كده بالزبط كده هو الدراسات بتقول لما جم يشوفوا أعمار الناس في العالم لقوا ان اكتر ناس معمرة كتير منهم في اليابان وتحديدا في جزيرة اسمها أوكيناوا في اليابان ودي جزيرة صغيرة جدا والعدد البشر هناك مش كبير قوي لكن لقوا ان اكتر المئويين بيسموها للناس اللي معديها مئة سنة وزيادة ومش مئة سنة بقى اللي هو قاعد مكركب أو قاعد بحد بيخدمه لا ده مئة سنة وأكتر وتلاقيه راكب عجل وبيمشي وبيزرع وبيشتغل وبيعمل حرف ومنتج جدا في المجتمع فالظاهرة دي رصدوها في حتة برضو زي في إيطاليا في بعض الأماكن في إيطاليا وفي اليونان لقوا الناس عايشة بصحة كويسة بأعمار طويل لكن كانت في المرتبة الأولى هي أوكيناوا دي لما الناس حابوا يحللوا الموضوع ويدرسوه أكتر اكتشفوا أن هم هناك عايشين بمبدأ اسمه الإيكي جاي والإيكي جاي دي كلمة يابانية معباراً مقطعين إيكي اللي هي لايف اللي هي الحياة وجاي دي أو هي بتتنطق لو تقالت لوحدها كاي بس لما بنقولها مع بعض تبقى إيكي جاي كاي دي معناها اللي هي الفاليو أو القيمة فيبقى أكن الكلمة على بعضيها هي عبارة عن أن أنت تعيش حياة ذات قيمة وكل إنسان القيمة بتاعته اللي ربنا وضعها فيه مختلفة عن كل تاني كل واحد بيبقى ليه ميزة ربنا حطها فيه بس هو إزاي يكتشف الميزة دي المختلفة عن بقية الناس وإن إحنا نحط بقى الناس مع بعضيها تتدفر كمجتمع هو ده بيطلع أحسن نتائج ممكنة وإحنا حتى هنا عندنا في مصر وفي أي مجتمع لما بنتحط تحت تحديات مشتركة بتأثر علينا كمجتمع وعلى شعب بتلاقي أن التضافر وروح الإثار زي ما بيقوله والتعاون والحاجات دي بتطلع فهم هناك بقى عايشين على طول بالمبدأ ده مش مستنيين مثلا أن يحصل أزمة أو أن يحصل مشكلة معينة مثلا بتقابلهم لأ هم عايشين بالمبدأ ده على طول فالمبدأ ده ببساطة بيقولك أن إحنا أنت محتاج عشان تحقق التوازن والسعادة وأن أنت تبقى راضي عن نفسك ومبسوط وناجح في نفس الوقت أربع حاجات الحاجة الأولية أن أنت تكون بتعمل ما تحب الحاجة اللي أنت فعلا بتحبها الحاجة التانية أن أنت تكون شاطر فيها أن أنت تبدأ فيها أن أنت تبقى مميز وهو ده الإتقان عندنا معنا صورة على الشاشة بالضبط زي ما إحنا شايفين على الشاشة بيبقى فيه أربع دوائر الدائرة اللي فوق دي هنلاقيها اللي هي الجزء اللي أنا بحبه الحاجة اللي أنا بحب أحب أعملها الجزء الكرة الدائرة اللي على الشمال بتبقى الجزء اللي أنا شاطر فيه وبانيت فيه خبرات وتعلمت فيه مهارات زي ما كنا بنكلم على المهارات في الجزء الأول فبقيت شاطر ومتمكن في المجال الحاجتين دول لو أنا حققت الاتنين دول بيبقى بسميها إن أنا بشتغل في حاجة أنا شغوف بيها أو هو ده شغفي الشغف لكن طيب لو أنا اشتغلت في الحاجتين دول بس ما بكسبش فلوس هيبقى عندي مشكلة إن أنا هبقى فقير وده مش شيء مطلوب ولا بيحض عليه الشرع يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه نحن بنحتفل إن شاء الله قريب بالمولد النالوي كل سنة والمصريين والمسلمين جميعا طيبين كان من أكتر حاجات اللي بيتعوذ منها هو الفقر فأنا دلوقتي لو ما كسبتش فلوس من الشغل ده هبقى عندي معينة معينة فتيجي الحاجة الثالثة الدايرة الثالثة إن الشغل ده أو اللي أنا بعمله ده يكون بيدر علي دخل النقطة الأخيرة ممكن أكون عندي الثلاث دوائر دول تحققه بس بكون بعمل حاجة ممكن ما تكونش مؤثرة أو ذات أثر هسيبه في الحياة بعد كده أو إن العالم أو المجتمع اللي أنا بيعيش فيه محتاجها فبتيجي الدائرة الرابعة هنا فلو قدرت أن أنا أحقق البالنس أو التوازن ما بين الأربع دوائر دول بوصل للإيكي جاي بتاعي وهو ده منتهى بقى النجاح والسعادة والتوازن والهدوء النفسي والسكينة زي ما ربنا بيقول في القرآن يعني السكينة والاطمئنان والراحة النفسية في نفس الوقت نجاح إنجاز وسعادة ودخل مدّي كمان كويس لكن هنا بنقف عند نقطة إيه ربط بقى الإيكي جاي بالكارير كوشي؟ تمام ممتاز جدا السؤال ده برضو ليه أنا اخترت التراك ده تحديد إحنا دلوقتي الكارير كوشي لما بنجي ندرسه بيبقى زي ما قلنا فيه فونديشن أو مبادئ عامة بناخدها في اللايف كوشي اللي هي المبادئ العامة دي بتبقى إن أنا الاستماع الجيد إنها لازم لما قاعد مع الشخص اللي أنا بقاعد معه الكوشي عادة يعني مش عادة هو بيبقى وان تو وان يعني بيبقى شخص أنا و هو الوحدين مش بيبقى في اسلوب محاضرة أو إن أنا جروب مثلا ده بعض الأحيان بنعمله جروب كوشين لكن هي في الأساس وان تو وان فلما بعض معاه أنا مش مفروضة إن أنا أعادة أرغي أو إن أنا أتكلم أعادة أنصحه حتى لأنا أنا بسأله سؤال واسمع وبيسموه الاستماع العميق اللي هو أنا بسمع مش عشان أرد عليه بتركيز شديد وبتواصل شديد مع الشخص اللي أنا قدامي بعد ما بسمع بقى مندي له سؤال تاني عشان أنور له حتة تاني أو عشان أطلع إجابة تانية متصلة بالسؤال الأولين فمهارة إن أنا أسأل الأسئلة الصح بالطريقة الصح والأسلوب اللي يتناسب مع الشخص اللي قدامي وطبعا الشخصيات بتختلف هو دي المهارة الأساسية للكوتش إن هو يكون بيستمع جيد إن هو يكون عنده خبرات متنوعة وعميقة في الحياة بحيث إن هو يتفهم الشخص اللي قدامه وهنا تيه حاجة تانية مهمة جدا افتقدناها كتير للأسف وهي بيسموها بالمصطلح الإنجليزي هو الامبثي الامبثي دي يعني إن أنا مش مجرد أتعاطف مع الشخص التعاطف ده يعني ممكن أتأثر لكن الامبثي أو التعاطف العميق ده إن أنا بستشعر الشعور اللي هو بيمر به أبقى أنا مستشعره نفسي ككوتش وأسمع له عشان أقدر أتفهم نظرته هو جاية إزاي عاملة إزاي فدي من المهارات الأساسية للكوتش عامة الكرير بقى بيتزيد عليها إن أنا أكون عندي مهارات ليها علاقة بالشغل والوظيفة والمهن عن طريق مثلا أن أنا احتكد أنا مثلا لو أتكلمت عن نفسي هتكلم إن اشتغلت في شركات كتيرة كوربوت أو شركات اللي هي المتعددة للجنسيات وكده فدي بتطلع منها ثقافة وإزاي بتعامل وبيبقى فيه ثقافات متعددة يعني بتعامل مع ناس أجانب كتير بتعامل مع ناس متعددة الثقافات غير إنه بيبقى فيه عندهم سيستم معين أو نظام واضح وكده برضو ممكن اتعاملت مع شركات صغيرة أو ناشئة اللي هي ريادة الأعمال بقى زي ما بيقول دلوقتي وده بقت حاجة هو ده الترند أو الاتجاه دلوقتي إنه ناس كتيرة بتتجه للشغل الخاص فالخبرات الحياتية دي كلها بتضيف للكرير كوتش لما جينا نربط الكلام ده بقى بالإيكي جاي لقينا إن الكوتشينج ممكن يكون أو الشخص حتى هو جاي عايز مركز بس أن أنا عايز حاجة فلوس مثلا عايز شغل لنا أطلع أسرع وقت الفلوس أطلع فلوس إزاي أو إنه هو جاي مركز بس على إن أنا ما بحبش الشغل لنا اللي أنا بشتغلها دي أو أنا حاسس إن أنا مش شاطر فيها ومش قادر أبني مهارات فيها أو حاسس إنها ملهاش قيمة أنا بشتغل شغل لنا أنا شاطر فيها وبحبها بس حاسس إنها ملهاش قيمة قوي وبتخدمش المجتمع بشكل كبير فدوري هنا بقى إن أنا قعد أحاوره ونطلع مع بعض نوصل لحتة نقطة الاتزان دي بشكل أو بآخر عشان يبقى هو زي ما بيقوله ساتسفايد راضي عن نفسه وعنده السعادة وعنده في نفس الوقت إنه هو قارف يحدد الإيه كي جاي أصلا إيه بتاعته أنا فيه ناس كتيرة يعني أعرابها كانت معيدة في الهندسة وكانت مختارة تراك معين تمشي عليه ودخلت الامتحان للأسف يعني سقطت ما نجحتش في الامتحان فكلمتني بتقولي بش ماندس دلوقتي أنا عايز أخش الامتحان تاني هل أخشه ولا أعمل إيه فعادت تناقشت معها سألتها قلت لها أنت بتحبي أصلا التراك ده طيب هل اهتماماتك فاكتشفت بعد دقيق بسيطة من المكالمة إن هي أصلا مش هو ده الشغف بتاعها ومش هو ده بس كانت دخلية لأنه كان ترشيح من الكلية مثلا فلما وصلنا في الآخر للحاجة اللي هي عايزها كانت في قمة السعادة والمساطة إن هي أخيرا وصلت حطت إيديها إن هو ده السكة اللي مفروض تكمل فيه وده دور الكارير كوتينج إن هو يحدد بالظبط ويمكن سؤال كتير الناس هتسأله طب أنا بشتغل وعندي 30 سنة أو 35 سنة ممكن وظيفة حكومية ممكن شغل بس المجرد إن هو بيدخله داخل بس أنا عندي حاجة تانية بحبها بس أنا مش عارفة أحب إيه بالظبط ده دور هنا الكارير كوتينج ممكن فعلا يغير ممكن النقطة اللي حقيقة قلتيها دي في غاية الأهمية لأن موضوع السن هي ناس كتير بتربط ما بين السن وما بين إن أنا أشتغل الحاجة اللي بحبها يا عم أنا وصلت إلى 30 و40 سنة أو أكتر لسه هدور على الحاجة ما خلاص اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش وعنصر الأمان بقى بيخش هنا حتة الخوف من المستقبل أو الخوف من أنا لو سبت الشغلانة دي طب هشتغل إيه طب هعرف عمل إيه فإحنا لما بيجي لي حاجة زي كده أنا ما بقولوش خالص سيب شغلك بالعكس إحنا ندور الأول نحل الوضع بتاعه القائم لأن شغل السابت برضو والاستقرار وعمل الاستقرار ده مهم جدا لكن في نفس الوقت طب هو أنت ما بتحبش الشغل ده ليه طب أنت إيه اللي موقفك طيب يعني إيه المواقف الصعبة اللي بتقابلها في الشغل بتاعك ما يخليك مع الطلاق كده طب الحاجات اللي أنت عايز تعملها جنب الشغل طب إيه المانع أنت تعملها جنب الشغل وهكذا بتتفتح الأمور أنا بيجي لي بعض الأحيان ناس فوق الأربعين وفوق الخمسين أحياناً كمان أقربها يعني أستاذا كنت بيكلمها مبارح فوق الخمسين سنة وإكتشفت أن شغافها أن هي تبقى موتيفيشنل سبيكر اللي هي يعني متحدث أو بيحمس الناس ويوجههم وحددت تحديداً أن هي عايزة تركز على الستات اللي هما رباط البيوت أن هي تقوم فيهم حب أو الرغبة وأن هما يعملوا شغل بيزنس خاص بيهم حتى لو هما مش شغالين فالكلام ده هي يعني شوفي معاناها سن لكن هي اكتشفت الموضوع ده لما عادنا يعني هي اكتشفت وكالجالي قريدي محددة الباشن بس كانت متلغبطة شوية فابتدينا نحط بقى معاعدة برضو نقط يعني معينة كده وابتدت فعلاً بتتحسن كل فترة فهي الموضوع مش مربوط بالسن مش مربوط بالوضع الحالي بتاعي هي مربوطة بيسموها الماينسيت أنا عقليتي ودماغي عاملة ازاي هل أنا من النوع اللي هو متجمد خايف دايماً الخوف هو اللي حاكمني وذكريات الماضي ومخاوفات المستقبل وأن أنا دايماً ودي من المبادئ المهمة جداً في الإيكي جاي وكذا حاجة من السايكولوجي دلوقتي أن أنا أعيش اللحظة أعيش الحاضر يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى في القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فربنا يعني بيوجهنا أن احنا ما نعودش نعيش في الماضي وآلامه ولا نبقى برضو مهمومين بشكل كبير بنستقبل وإيه اللي هيحصل بكرة وننسى اللي احنا فيه دلوقتي فدي من المبادئ المهمة جداً برضو أكيد لو هو عايز بقى يبتدي يغير أو يكتشف المهارة اللي ممكن فعلاً تبقى مجال عمل ليه بعد كده تنصحه بإيه يبتدي إزاي؟ بص حضرتك هو الموضوع عامل زي أكني بدور على الكنز أنا بيبقى لازم عشان أدورك على الكنز ده وأوصله بيبقى عندي خريطة أو عندي معلومات معينة بتقول لي أن المكان ده ممكن ألاقي فيه حاجة لكن الموضوع مش اللي هو أنا بديله حباية بياخدها بيلاقي الشغف بتاعه أو بيلاقي الإيكي جاي بتاعه هي عبارة عن رحلة بحث لكن أنا بساعده في رحلته دي زي واحد ماشي محتاج في رحلته أكل محتاج مواصلات يتنقل بيها محتاج صديق يحكي له اللي هو بيفكر فيه أو محتاج فهو ده اللي أنا بوفره له لكن أنا مش بديله الإجابة لأن الإجابة جوا كل واحد فينا وعشان يوصلها هي محتاجة أن أنا أفكر بعمل للأسف العصر القافة من قافات العصر اللي احنا بنعيشه إن احنا مش بنعمل اللي احنا عايزينه احنا بنعمل اللي بيتقلنا أو اللي بيتسوق لنا خلينا نقول أو القريبي أو صحابي أو المجتمع بيعمل هنحاول جاهدين إن احنا نكتشف مهاراتنا وما ننسقش ورا ضغوط الحياة بالضبط والكلام عن الإبداع والمهارات مش هيخلص وأكيد لينا أكيد إن شاء الله يبقى لنا لقاءات أخرى بحضرتك متشكرة جدا لك أنا شاكرا جدا للمستمعينا ومشاهدينا ومشاهدين قناة الصحة وجمال ومشاهدين صفحاتنا على الفلايسبوك انتظرونا بشكل جديد وبرنامج جديد وكان معكم شايمة باهيدين من قناتي مفضلة الصحة وجمال اشتركوا في القناة